اوديولابي شارك المعرفة تمهيد هل الكاريزما صفة موروثة ام سلوك يمكن ان يتعلمه اي شخص؟ الملخص التالي يوجب على هذا السؤال ويوضح السبيل للحصول على شخصية كاريزمية الكاريزما تساعدك على النجاح في جميع مجالات حياتك من يمتلكون الكاريزما لهم تأثير كبير على الاخرين فهم ساحرون ومقنعون ورائعون كل ذلك بدون اي جهد ظاهر وهم اكثر نجاحا واكثر ثروة واقل توترا الكاريزما تعطيك ميزة في عملك وتجعل الناس يرحبون بك دائما سواء تقدمت لوظيفة جديدة او حاولت ترقي في عملك الحالي الكاريزما تساعدك ايضا على التفوق حيث كشفت الدراسات ان اداء الاشخاص الذين يمتلكون الكاريزما في مكان العمل يحظى بتقدير عال جدا من جانب زملائهم ولاحظ احد الباحثين ان الزعماء اصحاب الكاريزما كثيرا ما يتجاوزون واجبتهم الرسمية ويقدمون تضحياتا كبيرة في حياتهم الشخصية الكاريزما لا تفيد في الاعمال فقط بل يمكنها ايضا ان تساعد في الميهن الاخرى وفي التعليم مثلا يمكن للكاريزما ان تساعد تلاميذ المدارس الثانوية على الاداء الجيد في المقابلات الجامعية او الفوز بانتخابات اتحادات الطلاب وتساعدهم ايضا ان يصبحوا ثقين بانفسهم وبالتالي تحقيق شعبية اكثر بين زملائهم الاكاديميون اصحاب الكاريزما يسهل عليهم نشر ابحاثهم وتمويلها والحصول على دورات التي يريدونها كذلك الاطباء واصحاب الكاريزما لهم شعبية كبيرة لدى مرضاهم حتى الامهات التي لديهن الكاريزما لهن تأثير كبير على اولادهن الكاريزما مهمة للجميع وليس فقط القادة او رجال الاعمال الكاريزما تساعد الناس على عيش حياة اكثر سعادة وصحة ونجاحا الخبر سار هنا هو ان اي شخص يمكن ان يكون لديه كاريزما واصل الاسماع لمعرفة ذلك الكاريزما ليست موروثة بل مجموعة من السرقيات التي يمكن لأي شخص ان يتعلمها الكاريزما ليست صفة وراثية بغض نظر ان بعض الناس لديه قبول طبيعي في بعض المواقف اذا كانت الكاريزما صفة موروثة كما يقال فمن المفروض ان يسمر تأثير هذه الكاريزما طوال الوقت على الشخص ولكن هذا لا يحدث فشخص ما قد يأسرك تماما في يوم ما ويكون مملا في يوم اخر هذا لان الكاريزما ليست هالة سحرية موروثة ولكن نتيجة سلوكيات معينة يقوم بها الشخص هذه السلوكيات تظهر في لغة الجسد فلغة جسدنا تعبر عن الكاريزما ولهذا السبب فان مسويات جاذبيتنا تتغير ففي بعض الاحيان ننظر الى نفس الشخص على انه شخص دو كاريزما واخيانا اخرى لا مثال على ذلك النجمة شهيرة مارلين مونرو التي كانت قادرة على التبديل بين شخصيتين شخصية مارلين الممثلة الشهيرة وشخصية نورما جين المواطنة العادية التي تساقل المترو دون ان يلاحظها الركاب وفي لحظة تعود الى ظهور في شوارع نيويورك كفنانة شهيرة تجذب الاضواء كيف ذلك؟ ببساطة عن طريق تغيير لغة جسدها وتعديل تصفيفة شعرها مما يجعل كل الاعين تطاردها مباشرة لماذا اذا خرافة الكاريزما شعبية ومنتشرة جدا؟ السبب هو اننا نجرب تأثير الشخص صاحب الكاريزما علينا فقط بمعنى اننا لا نرى الوقت والجهد الذي قضاه هؤلاء المشاهير في تعلم السلوك الكاريزمي كثير من اصحاب الكاريزما بذلوا مجهودا كبيرا وتدريبات كثيرة لتعلم هذا السلوك حتى اصبح غريزة وعادة عندهم احد هؤلاء الاشخاص كان ستيف جابز الذي بدى في البداية غريبا جدا اثناء محاضراته ومع الوقت تمكن من زيادة جاذبيته تدريجيا واصبح هو ستيف جابز الذي يأسر الجميع عندما يتحدث كل شخص يمكن ان يكون صاحب كاريزما من خلال تعلم ممارسة سلوكيات معينة فيما يلي سنتناول هذه السلوكيات الكاريزما هي لغة الجسد وهذا يبدأ في عقلك في كل لحظة انت تقوم دون قصد بارسال رسالة يستقبلها من حولك من الناس بشكل لا شعوري من خلال لغة الجسد سواء احببت ذلك ام لا فلغة جسدك تكشف حالتك العاطفية القلق مثلا ينتج ضغطا صغيرا على وجهك ومن يتعامل معك سيلاحظ ذلك على وجهك بما اننا لا نستطيع التحكم في كل تعبير صغير يخرج منا فلا يمكننا بث لغة الجسد الكاريزمية التي نريدها على سبيل المثال اذا كنت سعيدا فان ابتسامتك تعكس ذلك الزوايا الخارجية للفم ترتفع والزوايا الداخلية للحواجب تهبط لكن اذا لم تكن سعيدا حقا فسوف تبتسم بفمك فقط اما عينيك لن تعبر عن السعادة وسوف تبدو ابتسامتك مزيفة والناس لن يجدوا صعوبة في اكتشاف الفرق لكن ان لم نستطع التحكم بشكل مباشر بلغة اجسادنا كيف يمكن تطوير الكاريزمة الحل هو سيطرة بشكل غير مباشر على لغة اجسادنا بالتأثير على جزء من العقل المسؤول عن هذه الاشارات وهو جزء اللوعي ببساطة عن طريق تخيل حالة الكاريزمة التي تريد ان تصبح عليها وبالتالي سيقوم المخو بارسال هذه الحالة المرغوب فيها لجسمك ومن ثم يبدأ جسمك باظهار لغة الجسد المطلوبة بذلك ان تتخلق حالة الكاريزمة الداخلية وبالتالي جسمك سوف يظهر حالة كاريزمة حقيقية وسيرى كالاخرون جذابا هذه العملية مماثلة لتأثير العلاج الطبي الوهمي حين يعتقد الناس انهم تلقوا تدخلا طبيا في حين ان ذلك لم يحدث ومع ذلك يكون له تأثير ايجابي وعلى نحو مماثل للعلاج الحقيقي خلق حالة كاريزمية داخلية من شانها ان تجعلك تتصرف بطريقة كاريزمية خلق هذه الحالة الداخلية امر مهم للتعبير عن الكاريزمة من خلال لغة الجسد الكاريزمة تتطلب الحضور وهي مهارة تجعلك متميزا لكن من الصعب تحقيقها هناك الكثير من الطرق لتظهر الكاريزمة واهمها الحضور وهو ادراك ما يحدث لحظة بلحظة مثلا في العلاقات الاجتماعية يعني ان تكون مع شخص ما وتستمع اليه بكل جوارحك وبكل تركيز اذا كنت حاضرا تماما مع الاخرين سوف تظهر الكاريزمة وتكسب الثقة واذا كنت تفتقر الى الحضور مع الاخر فسوف يلاحظ ذلك ولن يثق بك او يتأثر بكلامك عقلك مصمم بطريقة تجعله يتفاعل بشكل كامل مع المثيرات المهمة المحتملة من حوله مثل المشاهد الجديدة والاسوات او الروائح كل هذه المثيرات تعتبر مشتتاتا للتركيز وذلك يمكن ان يؤدي الى حالة مستمرة من الاهتمام الجزئي توصل الدراسة الى ان الشخص العادي يكون شرد الذهن لما يقارب من نصف وقته فهو غالبا يفكر في شيء اخر غير ما يفعل في تلك اللحظة لذلك اذا اردت ان تصبح جذابا يجب عليك اتقان مهارة الحضور فمحادثة لمدة خمس دقائق فقط مع اناس لا يعرفونك ستكون كافية لاثارة اعجابهم والتأثير فيهم اكمل الاسماع وتعلم كيف تتقن مكونات الكاريزمة وهما القوة والعطف الكاريزمة تعني ان تكون قويا وعاطفيا وتساعد الاخرين نجاة الانسان تعتمد دائما على الناس الذين يتسمون بالقوة والعطف في اوقات الخطر نحتاج الى تحديد الاشخاص الذين يرغبون في مساعدتنا وتكون لديهم القدرة على ذلك في الماضي كان العثور على هؤلاء الناس قد يعني الفرق بين الحياة والموت تخيل وجود صديق قوي البنية يستطيع انقاذك من نمير مفترس او وجود صديق للحاكم ينقذك من تنفيذ حكم بالاعدام نحن لا شعوريا نصنف هذا المزيج من القوة والعطف كشيء ايجابي نبحث عنه في الاخرين لذلك نحاول الاحتفاظ بالاصدقاء الذين يملكونه مزيج القوة والعطف هو شرط ضروري للكاريزما شخص قوي ولكن ليس عطوف قد يكون مثيرا للاعجاب ولكن لا يتمتع بالكاريزما وقد يبدو مغرورا او باردا شخص اخر عطوفا لكن ليس قويا ربما يكون محبوبا ولكن ليس ذو كاريزما ايضا فالكاريزما هي الجمع بين القوة والعطف تأمل مثلا المرشحين في انتخابات بريطانيا العظمى عام 1868 وليام جلاتسون وبينجامين ديزرايلي كلاهما كان يتمتع بالقوة والذكاء والعلم امرأة تناولت العشاء مع كل منهما بمفرده وبعد العشاء علقت على قوة جلاتسون مع افتقاده العاطفة في حين ان الديزرايلي كان يتمتع بالعاطفة مع القوة والطاقة فيما بعد لم تكن مفاجأة ان الديزرايلي فاز في الانتخابات اظهار القوة والعاطف هو مفتاح الكاريزما اما تحويل هذا الى ممارسة سوف يعتمد على شخصية نفسها وسنتناول ذلك فيما يلي هناك العديد من اشكال الكاريزما وعلى كل شخص ان يجد ما يناسبه لا يمتلك كل الناس نفس النوع من الكاريزما والحالات المختلفة تتطلب انواع مختلفة من الكاريزما هناك اربعة اساليب مميزة للكاريزما اولا الكاريزما المركزة التي تجعل الناس يشعرون دائما بوجودك مثال على ذلك بيل كلينتون ثانيا الكاريزما المرئية والتي تلهم الناس وتجعلهم يؤمنون بشيء ما عند رؤيتك مثل ما فعل سيف جابس ثالثا كاريزما العاطفة والطيبة والتي تجعل الاخرين يشعرون بالعطف والقبول مثل الدلائلامة رابعا كاريزما السلطة والتي تجعل الاخرين يعتقدون ان لديهم القدرة على تغيير حياتهم كما يفعل بيل جيتز اذا كيف تختار الاسلوب المناسب لك هذا يعتمد على ثلاثة جوانب شخصيتك واهدافك وشكل الموقف عندما تختار اسلوبك لا تصير ضد شخصيتك الطبيعية كن انت لان هذا يمكن ان يؤدي لعكس ما تريد عام 2004 في الانتخابات الامريكية حاولت جون كاري فرض الكاريزما المركزة ليصل الى الناس لكن الاستراتيجية اتت بنتائج عكسية فقد نفر منه اولئك الذين يعرفون شخصيته الاصلية وبدى وكأنه مخادعا حدد اهدافك كيف تريد ان يشعر الناس او يستجيب لك مثلا اذا كنت تعلن اخبارا سيئة فالتعاطف هو الخيار الافضل لانه يجعل شخص الاخر اكثر تقبلا للاخبار استخدام القوة في هذا الموقف لن ينجح ربما ستبدو مغرورا او قاسيا يمكنك ان تغير الاسلوب حسب الموقف عن طريق الجمع بين اكثر من طريقة او تبديل بين هذه الطرق وهذه موهبة خاصة باصحاب الكاريزما فلا تحاول تجربة اسلوب جديد تماما عندما تكون في موقف عام ومهم ليس هناك اسلوب واحد يناسب الجميع يجب ان تجد الاسلوب الذي يناسبك اكثر ولكن مهما كان الاسلوب الذي تختاره هناك طريقة واحدة واضحة ومضمونة لتظهر الكاريزما كما ستكتشف في سطور التالية اهم جزء في الكاريزما هو الانتباع الاول كلنا نميروا الى تذكر المرة الاولى التي التقينا فيها شخصا ما وهذا يعني ان الانتباعات الاولى مهمة جدا خاصة ان كان لدينا فرصة واحدة فقط لترك اثر مميز لترك انتباعا اوليا رائعا عليك ان تجعل الاخرين يشعرون انك تشبههم يشعر الناس بالراحة مع اولئك الذين يتصرفون على سجيتهم فيشعرون انهم يشبهونهم من الناحية الاجتماعية او التعليم والقيم وقد تعلمت مؤلفة هذا الكتاب هذا الدرس عندما كانت تلقي محاضرة وهي ترتدي بدلة رسمية سوداء بينما كان الحضور يرتدون ملابس عادية وقد اعترض الناس صراحة على ملبسها نفس المنطق ينطبق على سلوكك ولغتك فلا تستخدم الفاظا عسكرية عندما تخاطب اشخاص عادين اما اذا كان جمهورك من العسكريين فربما يناسبهم ذلك الانتباعات الاولى غالبا ما تكون صحيحة لذا ابدا الاجتماع الاولى بمتح الشخص الاخر او ادرح اسئلة مفتوحة وكن ايجابيا وعندما يحين الوقت لانهاء الاجتماع حاول مرة اخرى ان تترك مشاعر ايجابية لدى الشخص الاخر اخيرا لا تقلل من شأن المصافحة انها تدعم الثقة لذا فهي خطوة مهمة في العلاقات مثلا اذا كان هناك مشكلة بين الرئيس التنفيذي لشركة ما واثنين من الموظفين وقام بمصافحتهم فيحتمل ان تتغير العلاقة معهم للاحسن بعد ذلك لنكتشف الان كيف نتغلب على بعض العقبات التي تحول دون الوصول للكريزمة ان تمتلك الكريزمة يعني تغلب على الاضطرابات العقلية والجسدية اشعر بعدم الراحة سواء جسديا او عقليا يمكن ان يؤثر على ادائك ومشاعرك فضلا عن رد فعل الاخرين على سلوكك عندما تجوع ربما يتشوش تفكيرك وينخفض سكر الدم ويمكن ان يضيف انتباهك وتحكمك في عاطفتك اذا كان هذا واضحا في لغة جسدك فانه يمكن ان يؤثر على تأثيرك رزمتك على الاخرين مثلا توم يعمل مستشارا ماليا ادى اختياره الخطأ لملابسه في احد الاجتماعات مع عميل الى خسرته صفقة باربعة ملايين دولار حيث كان يرتدي بدلة صوف سوداء وكان الجو حارا وتوم كان يجلس في ضوء الشمس غير مرتاح هذا السلوك ادخل عدم الراحة وعدم الثقة الى العميل بطبيعة الحال بدأ العميل يشكوه في قدرة توم ورفض الصفقة ان الناس عموما لا يثقون في من لا يثقوا في نفسه ولا يتقبلونه ولا يتأثرون به كان يمكن لتوم تجنب ذلك باختيار مكان افضل للاجتماع او اختيار ملابس مختلفة لذا هناك ثلاث طرق لمواجهة الاضطراب المنع والتعرف والعلاج او التفسير اولا المنع يعني ان تتأكد انك ستكون في وضع مريح وذلك يحدث بالتخطيط والتفكير مسبقا في الموقف لو كان توم يدرك هذا لكان اخترى مكانا افضل لاتمام الصفقة او ارتدى بدلة تتناسب مع حالة الطقس ثانيا التعرف كلما كنت اكثر حضورا كلما كنت اكثر وعيا بلغة جسدك لو كان توم حاضرا تماما لادرك ان سلوكه يبدو غير طبيعي ثالثا العلاج كلما كنت اكثر وعيا كلما كان من الاسل علاج او تفسير المشكلة عندما ضربت الشمس عيون توم كان يمكن ان يطلب تغيير مكانه ويوضح ان ضوء الشمس كان يزعجه من خلال تحديد المشكلة يمكن تغلبه على العقبات وتنقذ كاريزمتك بشكل طبيعي اساليب تساعدك على التخلص من الافكار السلبية التي قد تمنعك من تحقيق الكاريزمة اولا التهوين على النفس عندما تشعر بعدم الارتياح داخلي او تشعر بعاطفة سلبية وهما عقبتان امام الكاريزمة تذكر انك لاستوحيدا في ذلك وان ما يحدث ليس خطيرا ويحدث للجميع هون على نفسك الامر كي تتمكن من تفسير العاطفة السلبية بطريقة تقلل من تأثيرها هذا ما فعله مايكل الذي كان يعمل مستشارا ماليا عندما احسان احدى عملائه على وشك انهاء علاقتهما اقنع نفسه ان التوتر والاتراب الذي يشعر به ليس خطير وان ما يحدث هو مجرد تغيير كيميائي في نظامه العصبي وسيزول بعد قليل طريقة اخرى للتهوين على النفس هي ان تتخيل ان هذه العاطفة السلبية يمر بها الكثير من الناس وانك لست الوحيد الذي يشعر بذلك فكر في الناس الذين مروا بتجربة مماثلة خصوصا اولئك الذين تحبهم وثق بانهم واجهوا نفس الافكار مثلك واستطاعوا التغلب عليها التهوين يمكن ان يخفف من الافكار السلبية التي تضر بالكاريزمة وتذكر ان شعور بالتوتر لن يظهر كاريزميتك لان لغة جسدك في هذه الحالة لن يكون لها القدرة على اظهار القوة او الدفء او الحضور لذلك هون على نفسك لاظهر الكاريزمة عليك باسلوب التهوين وتذكر ان التوتر والافكار السلبية جزء طبيعي من التجربة الانسانية وان الجميع يشعر بذلك احيانا تابع الاسماع للفقرة التالية لتعلم اخر طريقتين للتخلص من الافكار السلبية تابع وسائل التخلص من الافكار السلبية ثانيا التخلص من الشعور بالخجل من وجود عواطف سلبية كما ذكرنا سابقا ان شعور بعدم الارتياح الداخلي والافكار السلبية هو جزء من طبيعة حياة الانسان حتى بالنسبة لأكثر الناس توازنا خذ مثالا هذا الراهب الذي كان غاضبا جدا من شخص ما وشعر وكأنه يريد ان يسدد له لكمة هذا يظهر اننا جميعا نمر بجميع العواطف والمشاعر السلبية ولكن لاننا نشعر ان الافكار والعواطف السلبية لا ينبغي ان تحدث معنا نعتقد انه من الصعب التعامل معها لكن الحل هنا هو ازالة هذا الاحساس بالخجل من وجود هذه الافكار السلبية وذكر نفسك بان هذا الانزعاج طبيعي ومجرد نتاج ثانوي لآلية بقائنا على قيد الحياة ثالثا تحديد العواطف السلبية وذلك من خلال ادراكي ان افكارك ليست بالضرورة صحيحة فمثلا اذا شعرت بالضيقي لان شخصا ما تضايق منك حاول ان تعتبر ان رد فعله قد لا يكون له علاقة بك ذلك شخص ربما يعاني من مشاكل ليس لك دخل بها في النهاية اعلم ان سبب تأثرنا بافكارنا السلبية هو اننا نعتقد ان عقولنا تدرك الحقيقة بدقة ولكن في الواقع ان عقولنا لا تعطينا صورة كاملة للواقع نحن ندرك فقط اجزاء صغيرة من المعلومات من حولنا اتذكر توم المستشار الذي ادى سوء اختياره للملابس الى ان يخسر صفقة مهمة العميل فسر خطأ لغة جسد توم على انها افكار سلبية انتجاهه في حين انه في الواقع كان عدم ارتياح بسبب الجو والملابس فقط لذا في المرة القادمة التي ترتكب فيها خطأ او تشعر بسلبية او عدم الارتياح تذكر انه جزء من الحياة اليومية الطبيعية وذكر نفسك ان عقلك لا يعطيك معلومات دقيقة عن الواقع في كل الاحيان الختام يمكن للجميع ان يحصل على صورة الكريزمية التي يحلم بها من خلال تغيير طريقة تفكيرنا وحسن استخدام لغة الجسد والتمرين المستمر على ذلك حتى يبدو الامر تلقائيا كأننا مولودون به يوجد العديد من انماط الكريزمى عليك اختيار النمط المناسب لشخصيتك ولا تحاول التقليد لا داعي للخشل فالجميع يمر بتجارب سيئة فلست وحدك